ارجع مالكم مرة تاني ببرنامج الارضة مصرية ويمكن لسه معي ضيوفي المخرج محمد نعمين والممثل محمد سامير وتوقف ان هي عايزة اعرف منكم يعني كل واحد يقول لي كده امنياته للمستقبل على الصعيد المجتمعي وعلى صعيد الشخصي والله اتمنى المستقبل يبقى مخبلنا الاماني اللي لسه محققناهاش ونحقق اللي لسه موصلنا لهوش ويبقى ان شاء الله مستقبل احسن من اللي فات على المستقبل الاجتماعي يعني اتمنى اتمنى مثلا في مجال الفن ان مصر تاخد تاخد حقها على قد الامكانيات بتاعتها يعني مصر فيها فنانين وفيها مبدعين كتير جدا فمصر تستاهل اللي هي تبقى افضل من كده يعني احنا احنا زي يعني هي طول عمرها رائضة في مجال الفن والسينما والسينما فنتمنى ان يبقى نوصل لأكتر من كده وشوفنا ده في الافلام الاخيرة يعني فيلم المبر وشوية افلام كده وعلى الصعيد الشخصي اتمنى ان انا في رمضان اللي جاي يعني في رمضان اللي فات كنت اشتغلت كده في مسلسلة طلقت حظ كان ليه حاجة بسيطة فيه ان شاء الله رمضان اللي جاي بقى في دور اكبر شوية لغاية ما باذن الله نوصل على بي ان شاء الله باذن الله يعني برضو كنت حابة ان انا اسألكم على النقص لسينما الشباب يعني ايه اللي نقص لسينما الشباب علشان ينطلقوا ويقدروا ان هما يخوضوا في مجال السينما والله انا شايف الشباب عملوا اللي عليهم اهلوا نفسهم ان هما يبقوا على قد الفرصة لما تتاح ليهم الفرصة فالشباب نقصهم الرعاية احنا عندنا مثلا في المجال اللي احنا شغالين فيه الافلام القصيرة مثلا نوزعت تماما من دور العرض ما لهاش وجود كلها منصات مستقلة فاتمنى ان هي احنا يعني ما نهدرش التقاط دي ما نهدرش الامكانيات اللي موجودة لان كل جيل بيتولد معا ادوات المرحلة بتاعته فانا حزين جدا ان احنا نهدر تقاط الشباب احنا بنشوف ابدأ يعني انا متأكد مثلا ان ان انت لما تتفرر راجع على على اعلانات مسلا تسوقية بتشوفي حاجات في منتهى الابداع ليه لان لان دي 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 نتاج شبه الفرصة اللي خدها شاب صغير لا تتخيل عمره قد ايه هو دي حقيقة فاتمنى ان الامور مستقبلا تتغير وما نهدرش ما نخسرش احنا احنا ما نخسرش المواهب اللي موجودة محمد زيادة المنصات زيادة المهرجانات زيادة يعني دايما وزارة مثلا الشباب والرياضة بحكم اللي حب نتكلم على الشباب بدايما بتشتغل على ورش وكورسات للشباب المفروض بقى يعني رأي الشخص تزود في كورسات صناعة السينما والمونتاج والاخراج والتصوير وهكذا ان شاء الله وسأتمنى كل التوفيق ان شاء الله واشكركم جدا جدا على حضاركم النهاردة وان شاء الله تحققوا كل اللي بتتمنوا وتاخدوا فرصاتكم الكاملة ان شاء الله شكرا جدا ان شاء الله نشوف دلوقتي جزء من الفيلم ونختم معاكم حلقاتنا ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من ارادة مصر ايه هيا ايه ايه شكرا جان Chung شكرا جانب شكرا شكرا زح باب شكرا اشتركوا في القناة